لا تكاد أن تتهي الأزمات بين بغداد وأربيل حتى تنفجر ملفات أخرى تجدد الخلافات بين الطرفين وتزيد من حدتها فمنذ بداية دخول الأزمة بين الحكومة في بغداد وكردستان العراق عقب إصرار أربيل على إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من أيلول الماضي تولت المشاكل بين الطرفين من خلال دخول القوات الحكومية للمناطق المتنازع عليها وإغلاق المطارات والمعابر الحدودية في كردستان العراق وغيرها من العقوبات مجلس النواب أحدث أزمة جديدة بين بغداد وأربيل من خلال إقراره موزنة العام 2018 التي بلغت 77 مليار و500 مليون دولار بعجز وصل إلى 11 مليار دولار وشمولها على تخفيض نسبة كردستان البالغة 17% إلى 12.6% وبدون حضور نواب الكتل الكردية الذين قاطعوا جلسات البرلمان الكتل السياسية في كردستان العراق كشفت عن أن النسبة التي أعلن عنها أقل بكثير من حصتها حتى أنها أقل من النسبة التي أعلنها لعبادي وهي 12% وهي لا تسد بأي حال من الأحوال حاجة محافظة واحدة من كردستان العراق النائبة أشواق الجاف قالت أن الكتل الكردية استغربت من كيفية قيام الحكومة في بغداد باحتساب نسبة كردستان من الموازنة بعد أن انتنعت عن إجراء التعداد السكاني ومع عدم وجود إحصائية دقيقة مؤكدة أن بغداد كانت لها أهداف سياسية من وراء هذه الإجراءات أما مسعود البرزاني فقد جدد اتهاماته لحكومة العبادي بانتهاك الشراكة في العملية السياسية والعمل بعقلية الإنكار والتهميش بحسب وصفه وشيرا إلى أن الحكومة في بغداد انتهكت اتفاقية 11 من أذار عام 1970 وجميع الاتفاقيات الأخرى والتي تعترف بحقوق الأكراد في العراق بما فيها دستور عام 2005